جميل هنا هروح لسات النائب عمر درويش مسألة الدعوة أو الدفع اللي بتفكر فيه تنسئية الشباب في أنه الناس تشتغل على إنتاج الأفكار وتثق في أنه إنتاج هذه الأفكار والتكنولوجيا يساوي أموال صحيح هو بس خلينا نقول الأول أن اقتصاد المعارفة ده بالمناسبة مش اقتصاد حديث هو قد يكون الأحدث من الاقتصاد التقليدي أو الجديد عن الاقتصاد التقليدي لكن الاقتصاد المعارفة أصلا بدأ من خمسينيات منتصف القرن الماضي وبيشكل حوالي 7% من نتج المحل العالمي وبيزيد بنسبة 10% سنويا ده معناه أنه أنت مش بتتحدث عن اقتصاد يعني لسه ناشئ بالعكس ده فيه دول متقدمة جدا يعني خلينا نقول الدول الأوروبية فيه دول عربية كتير زي دول مجلس تعاون الخليجي زي مصر مصر بدأت تدخل في هذا الاقتصاد بشكل فاعل ويمكن رؤية مصر في 2030 مبنية أيضا على مسألة الاقتصاد المعرفي وإزاي نحن ننمي اقتصاد المعرفة هي الفكرة في الأساس هي فكرة الابتكار الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات الاعتماد على الابتكار على الأفكار إن إزاي أن الأفكار دي هي اللي تولد الاقتصاد إزاي أن نحن النهاردة نشكل المسلسة اللي الدكتور قال عليه من خلال بناء معرفي حقيقي سليم وابتكارات تساعدك على النمو الاقتصادي يمكن هي دي الأهمية والقيمة اللي بيكتسبها الاقتصاد المعرفي دلوقتي وإحنا بنتكلم في ظل عالم يعني مفتوح على بعضه رؤية تنسيقية شاب الأحزاب والسياسيين يمكن إحنا عبرنا عنها في أكتر من مقال ويمكن على الصفحة الرسمية ومقالاتنا وبدأنا نشتغل عليها بشكل فاعل جدا بيتزاون مع رؤية مصر 2030 إن إحنا نستطيع أن نخلق هذا الاقتصاد بشكل قوي بحيث أن مصر تكون في مصف الدول المتقدمة اللي بتعتمد على الاقتصاد المعرفي طبعا إحنا لسه برضو هم نقول إن الخطوات لسه ما هياش الخطوات الكبيرة قوي ما هياش الخطوات الفعيلة قوي لكن اتجاه ناحية الرقمنة اتجاه ناحية الحوكمة اتجاه ناحية الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات على البيانات على التحليلات على الأفكار والابتكارات أعتقد إن ده حيساعد كثير جدا إن إحنا نشوف مصر متقدمة في هذا الملف خصوصا إن إحنا عندنا تجارب خصوصا إن إحنا عندنا رؤية أصبحت واضحة في 20-30 إحنا بنشوف إن هذا التحول الرقمي يمكن الفقرة السابقة بتتكلم يعني كمثال للبريد المصري إزاي إن هم قدروا يتحولوا بشكل أو بآخر إلى مسألة الرقمنة هو ده الاقتصاد المعرفي إزاي إنك تحول الفكرة إزاي إنك تحول البيان أو المعلومة بالاقتصاد بيدر أموال وبيدر أرباح يمكن مهم جدا إن إحنا نقول إن اقتصاد المعرفة اختلافه عن الاقتصاد الطبيعي إن نسبة العاملين في هذا القطاع بتبقى أعلى من العاملين في القطاع العادي يبقى هنا ده التحول ده هنا الفرق إزاي إنك تحول الفكرة والابتكار إلى اقتصاد ويدر دخل كبير على الدولة ويكون له تأثير في النتج المحلي زي ما أنا قلت يعني بالمثال نتج المحلي العالمي يبقى زي ما برضو إحنا بنقول إن أصبح تراجع ملحوظ في مسألة الاقتصاد التقليدي أصاد اقتصاد المعرفة إحنا بنشوف ده يمكن في الحرب الدايرة دلوقتي في أوروبا إن اقتصاد المعرفة إزاي بيحول التكنولوجيا في هذا المجال إلى إنك تقلل الاعتماد على الخسار البشري أو العامل البشري بقدر ما تعتمد على التكنولوجيا والمعرفة عايزين نطور ده سواء على المستوى العسكري عايزين نطور ده على المستوى الاقتصادي عايزين نطور ده على كل المناحي اللي إحنا بنتكلم فيها لو إحنا بنتكلم في مسألة بقى حياة كريمة بناء الإنسان المصري تنمية الأسرة المصرية أعتقد أن ده هيكون مدخل مهم جدا أن احنا نشوف اقتصاد معرفي قوي في مصر